من الاول كده وبصراحة اجدب عليكو لو قلتلكو ان قصتنا النهاردة هتفكرنا بايام الطفولة بس لان معظمنا لحد دلوقتي لسه بنتفرج على توم وجيري وبنقعد متنحين ليهم ولا اكننا اطفال صغيرة ويلا بينا نشوف قصة النهاردة واللي بتبدأ مع توم واللي كان عامل فيها عامة وكان بيعزف موسيقى في الشارع والناس كانت بتدي له فلوس وبيظهر لنا جيري بقى اللي شاف اللي بيحصل ده وكالعادة بيدخل علشان يبوز اللي بيحصل بيفضل يرقص على الموسيقى والناس سابت توم وقعد تتفرج عليه هو لا وكمان كانوا بياخدوا من الفلوس اللي هم حطوها لتوم وبيدوها لجيري طبعا توم بيتضايق وبيتخانق هم وجيري واللي في الاخر الخناقة بتاعتهم بتنتهي بان البيانو بتاع توم بيقع وينكسر والناس ساعتها بتكتشف كمان انه هو مش عامل وبيضحك عليهم طبعا بياخدوا الفلوس اللي هم ادهم له وهو دور جيري ورا جيري بيفضلوا يجري واربعد كده لحد ما بيخبطوا في كايلة اللي كانت ماشية بعجلة وجيري بيقدر ان هو يهرب منه كايلة بتتدايق لان الهدوم اللي كانت معها وقعت وبوازل وبسبب كده بتترفض من شغلها بتروح بعدها على فندق واضح ان هي متعودة تتسحب وتدخل علشان تأكل فيه بلاش وجيري هو كمان بيعرف ان هو يدخل الفندق وراها اما توم بقى لما بيجي يدخل الامن بيشوفه وبيترده بتدخل كايلة وبتقعد جوا جنبه واحد وكانت جاية علشان تعمل انترفيو شغل في الفندق كايلة بتلاقي الفرصة قدامها بتشتغلها وبتاخد السيفي بتاعها وبتقول لها ان هي من ادارة الفندق والنهاية كمان مش بناسبة للشغل معاهم بتاخد كايلة السيفي بتاعها وبتدخل مكان البنت الغالبانة اللي مشت للانترفيو بتاعها بتقابل المدير اللي اسمه دوبروس والمساعد بتاعه اسمه ترينس واللي ما كانش بصراحة مرتاح لها ولا طيقها من اول ما شافها المدير بيبقى مبسوط جدا من السيفي بتاعها والخبارات اللي فيه وكان شايف ان هي مناسبة جدا للشغل معاهم بيقول لها ان هو هيجربها فرح في اخر الاسبوع لانهم مهمين جدا من العالية الملكية ولو هي نيحت في ان هي تنظمه كويس هتتثبت في الشغل معاهم بعدها بتروح مع ترينس علشان يعرفها على المكان وعلى الشغل في الوقت اللي جيري كان بيلف في الفندق وبيدور على مكان يستخبى فيه ويقعد يستقان ياسبق اما توم كان لسه بره بيحاول ان هو يدخل الفندق بس برده مكانش عاية بعد فترة بيوصل للارسان وكان معاهم والكالب المشهور كايلة بستقبل الارسان طبعا وكان جيري بقى مركز مع خاتم العروسة كان بيلمع فعينه كده ومزغللها وبيكرر ساعتها ان هو لازم يسرقه بيدخل بعدها على المطبخ وبيشوف حبيبته الاولى والاخيرة الجبنة الصفرة دي بره بقى كلهم بيسمع صوت الناس اللي في المطبخ وهما قاعدين يصرخوا لما شافوا جيري بيروحوا يشوفوا في ايه والطباق بيعرفهم ان فيه فر في الفندق ترينس بيقول لكايلة ان دي كارثة وان هما لازم يمسكوه بسرعة جدا قبل ما يترفضوا هما الكنين وكايلة بتقول له خلاص ما تقلقش انا همسكو واخلصكم منو قبل الفرح النصحة بتاهمن ايه بقى بتجيب لجيري مسيادة وبتحطوه فيها جبنة بس بتروح بتلاقي ان هو واكل الجبنة وكمان سيب لها فلوس وورقة مكتوب عليها انتو محتاجين مسيادة احسن من كده الصراحة يعني بيروح بعدها يستجم في المكان بتاعه واللي كان مجهزه بالحاجات اللي هو سرعة وتوم اخيرا بينجح ان هو يدخل الفندق وبيروح لجيري ويفضله يجري واربعا وطبعا بيكسروا ويدغدغوا في المكان كله بدا يدخل كايلة عليهم وبتشوف توم وبتفتكروا انه كان هو السبب فترضها من الشغل القديم لما خبط فيها في الشارع بيقول لها ان هو كمان بيدور على الفار اللي هما ويدوروا عليه وساعتها بتجيلها فكرة بتاخده وتنزل للمدير وبتقوله ان هي عايزها يتعين في الفندق علشان يمسك الفار اللي مغلبهم ده وان ان انتو عندكم مشكلة فار ومشكلة الفار ما تتحلش غير بقاط المدير بيشوف ان هي فكرة بصراحة برا الصندوق وبيوافق فعلا على انه يعينه بتحدد مكان جيري وبتروح ليه كان واضح انه وقت مش مناسب علشان جيري كان طالع بالفوطة بس هو بيتدرك الموقف وبيعقل وبيخش يقلع الفوطة ويطلع كانت مفكر بقى ان هي جايباله اللي هيقضي عليه مهي ما تعرفش جيري بيعمل في ايه بس قاديها عرفت كويس بعدها بيروحوا للعروسها اللي كانت خايفة جدا بسبب ان هي مش لقي الخاتم بتاعها وكايلة بتوعدها ان هي هتدور عليه واكيد هتلاقيه لها في الوقت اللي كان وديه ترينس سبايك علشان يمشيه تحت شوية توم بقى كان بيحضر خطة من بتوع الزمان علشان يمسك جيري وفعلا بيقدر ان هو استدرجه وبيمسكه وبيقفل عليه كمان بسلاسل وبيشحنه برا الفندق خالص بيبلغ كايلة ان هو خلاص اتخلص من مشكلة الفار اللي كان الافهم ده بيروح بعدها توم يعزف تاني موسيقى زي ما كان بيعمل في اول الفيلم بعدها بيظهر جيري تاني لكايلة وبيقول لها ان هو معاه خاتم العروسة وان هو مستعد يدهولها بس مقابل ان هي تسيبه قاعد في الفندق طبعا جيري ما بيسكتش وبيرجع لتوم تاني بتبدأ المرة دي المطاردة بس كانت في المدخل الرئيسي للفندق واللي كان زبايك فيه بالصدفة فبيدخل معهم هما كمان وطبعا بيحصل زي ما انتم متوقعين بيبهدر الدنيا خالص وكل ده بيحصل قدام الناس طبعا المدير بيطلب المساعد وكايلة علشان يعرف ايه اللي بيحصل ده المساعد بيقوله ان كايلة هي السبب لان خطتها الفشلة بتاعة القط ديان هي اللي عملت فيهم كده وهي بتقوله لأ طبعا انا كنت مزبطة كل حاجة بس جيل مساعد دوا بالكلب سبايك اللي كان معاه وهو اللي بوز الدنيا بيصدق كايلة فعلا وبيطرد المساعد بتاعه واللي طبعا كان متضايق جدا من اللي حصل ده لا وكمان المدير بعدها بيعينها هي مكانه بعدها كايلة بتجمع توم جيري وبتقولهم ان هي ترقت وبقت مديرة مناسبات الفندق وان هما دلوقتي هما الاتنين لازم يخرجوا من الفندق لما بيعودوا يعيات شوية بيصعبوا عليها بتقولهم خلاص عدوا بس من غير خناء بعد كده وخلاص من دلوقتي لازم تبقى اصدقاء تاني يوم بيخرج الاتنين ساوها وخلاص فعلا بقى اصحابه بيعودوا يلفوا ويتصوروا مع بعض كتير وبيروحوا بعدها علشان يتفرجوا علامات شبيزبول ثم بيتحمس وبينزل يمسك الكورة والشرطة بتقوض عليه وكل دا كان المساعد ترمس شايفه في التلفزيون بيروح لهم هناك وبيتكلم معاهم وبيقولهم ان هو ممكن يخرجهم من هناك بس بشرط واحد ان هما يبوزوا الفرح اللي في الفندق وكل دون علشان ينتقم من كايلة واللي عملته فيه فعلا بيروحوا على الفندق واللي كان الفرح بدأ فيه بيكونوا مدخلين الارسان على افيال وجيري ساعتها بينط على وش فيل اللي اول ما بيشوفه بيتخض وبيفضل يتنطط في المدرق وبتكسر الافيال للمكان كله على المعزيق واللي بيطلعوا يجروا من الفرح وبيبول الكائلة بتعترف بعدها للمدير ان هي سرقت السيفي بتاعت واحدة تانية وان هي فعلا متستحقش شغلانة اللي هي فيها دي وبالزيادة الخارب بقى العروسة بترجع للعريس الختم بتاعها وتقول له ان هي مش عايزة تتجاوز بقى طبعا المساعد بعد ما وصل اللي هو عايزه ورماهم في الشارع وما سابهمش ينيشوا في الفندق زي ما وعدهم تم كان حزين خالص من اللي هم عملوه بس جيلي جاله وكمان كان جايب له مشروب وبعدها في مفاجأة كبيرة علاقات الاتنين ببعض فعلا بقت احسن وقرروا ساعتها ان هم لازم يصلحوا اللي هم عملوه بيروحوا الكائلة وبيعرفوها ان لسه في فرصة ان هم يعملوا الفرح تاني ويصلحوا اللي عملوه بيتفقوا فعلا على الخطة وبيشوفوا العروسة وهي ماشية من الفندق بتقولهم كائلة يروحوا ان هم يودوها للمكان اللي اتفقوا عليه وهي بقى راحت العريس علشان تقوله ان لسه الفرح مبصش ولا حاجة وان لسه في فرصة قدامه في الوقت اللي توم وجيري كانوا يصلوا فعلا لعربية العروسة بيخلوا القطة توتس تروح وراه والعروسة طبعا قعدت تجري ورا القطة بتاعتها لحد ما بينجحوا ان هم يوصلوها للجنينة اللي كانوا حضروا فيها كل حاجة علشان الفرح بيقابلها العريس هناك وبيصالحها وبيقول لها ان مش لازم اي حاجة تباوص فرحتنا ببعض بقى والكلام ده فهلا بتوافق في الاخر وبيتم الفرح اخيرا على خير والمدير بيشكر كايلا على المجهود اللي هي عملاته وبيقول لها ان هي ممكن ترجع الشغل تاني توم بقى كان قاعد يلطف مع توتس بس طبعا جيري ما سابوش في حياله فدر يرخم عليه لحد ما دوروا الجري ورا بعد من تاني ودخل معهم الكلب سبايك ولما لو الناس كلها بتبصلهم اتكسف على دمهم فلازلوا السترة بتاعت النهاية وكملوا جري ورا بعد تاني شكرا ليكم اشوفكم باذن الله في فيلم جديد كما وصلت نهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة